يا هلو مرحبا فيكم في حلقة جديدة من خليجي من ون ون حلقة الأخبار المثيرة والساخنة إلى العناوين قطر تستضيف ثلاث نسخ من كأس العرب العربي والريان يودعان كأس الأمير مدرباء قطبي جدة على كف عفريت حياكم قبل ساعات من الآن أقر مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة بطولة كأس العرب لثلاث سنوات قادمة ٢٠٥٢٩ ٢٢٣٣٣٣ في الدوحة التي استضافت نسخة ٢٠٢١ النسخة التي نالت النجاح على جميع الأصعدة نسخة كائث رائعة بمشاركة ١٦ منتخب على ملاعب منديالية ومستويات مرتفعة مواهب حضور جماهيري أخاذ وحالات إنسانية مشبعة بالنسبة للوطن العربي ابتداء من حفل الافتتاح اللي حظى بحضور الأنشدة الوطنية لكل الأوطان العربية وانتهاء بتكريم العلماء العرب وصولا إلى المباريات التنافسية القوية اللي جمعت منتخبات الخليج وآسيا بمنتخبات المغرب العربي ومصر وبالتالي كانت منافسة رائعة نجح من خلالها منتخب محاربي الصحراء بالفوز من نسخة ٢٠٢٢١ إعادة البطولات العربية بهذا الوهج وبتنظيم برعاية الفيفا إلى الملاعب القطرية هو بالتأكيد شهادة نجاح منتظرة وحضور جماهيري كبير وتغطية مميزة تسعدنا جداً في الملاعب القطرية مجدداً ويا أهلاً بالجميع في دوحة الجميع في مسابقة كأسبو أمير البلاد المفدة هنا في دولة قطر غادر فريقاء الريان والعربي الفريقان الجماهيريان من دور الثمانية لهذه البطولة الأكشن حضر في أستاذ جاسم من حمد في مباراة الريان وقطر لشهدة العديد من التقلبات وانتهت في الوقت الأصلي والوقت الإضافي بالتعادل ٤٤ قبل أن ينجح الملك بتجاوز فريق نادي الريان بركلة الترجيح بخمس أهداف مقابل أربعة موسم بالنسبة للريان للنسيان لحل من خلاله وصيف للدوري ووصيف لبطولة كأس قطر وغادر من دور الثمانية وكل هذا يتحمل أسبابه على الأغلب المدرب قارديم الذي لم يكن موفقاً إلى حد ما في إدارة الأبور بالنسبة للرهيب في جانب آخر فقد النادي العربي لقبه بطلاً للموسم الماضي واللي فاز من خلاله باللقب التاسع من خلال هذا الموسم لم يقدم العربي في هذه المباراة ولا حتى من بداية الموسم العرض الأمثل في مباراة أمام فريق ندحي الروم تقدمه في النتيجة في العشر دقائق الأولى بهدفين مقابل هدف واحد ومن بعد ذلك استقبل التعادل ثم الفوز عن طريق الكينين المتألق إلونغا ليغادر العربي ويصيب جماهيراً بخيبة أمل كبيرة كانت من خلال أداءة في هذه المباراة بشكل خاص والموسم مثل ما ذكرنا بشكل عام حيث لم تتغير العديد الأمور الروم فوز العربي بكأس السوبر القطري الإمارات والحديث عن خروج الناد العربي من هذه البطولة رحبوا معي بضيفنا المعلق عبد العزيز اليافعي اللي حل ضيفاً علينا في خليجي من ون ون بسعود حياك الله معانا في خليجي من ون ون لماذا غادر العربي من دور الثمانية لكأس سمو الأمير في النسخة الحالية بالنسبة لسؤالك الأول يا دكتور يعني المباراة الأخيرة العربي والإخصاء ضد حيل في بطولة كأس الأمير ما كانت سوى امتداد للسوء اللي ظهر فيه النادي العربي طوال هذا الموسم في بطولة الدوري أو حتى في المباراة الإخصائية ضد أجمك المشاكل الدفاعية المتكررة سهولة الوصول لمرمى النادي العربي ثنائية سيمو وديالو اللي يعني ما أظهرت إغناع كبير للمشجعين النادي العربي العربي يعطيك مؤشرات أنه ممكن يستقبل هدف ضد أي فريق يلعب ضده وشفنا هذا الشيء في بطولة كأس الأمير في دور 16 اللي في المباراة الثمانية مع كل الاحترام والتغدير السيلية لكن اللي كانت عنده مشاكل في تسجيل المحترفين لكن قدر أن يهز مرمى الشباك النادي العربي إذا كان الأساس في فريق مكون من 11 لاعب أساس ضعيف وبالتالي الوسط والهجوم يظهرون بشكل ضعيف يعني إحنا عندنا لاعبين مميزين يتمنهم أي فريق في آسيا يتكلم عن فيراتي رافينيا لمساكني أحمد فتحي لكن الأساس ضعيف في النادي العربي المشاكل الدفاعية متكررة وهنا السؤال يعني مفروض يطرح المدرب يومس علي من أول مباراة في الموسم إلى آخر مباراة وهي ضد النادي الحي في كاس الأمير ما شفنا أي تحسن بالفريق في هذا الجانب نعم 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 تكلم عافية بسعود بسعود سؤال آخر ما مدى قناعتك بمحترفين نادي العربي في الموسم الحالي انضم للعربي مثل ما نعرف ماركو فيراتي وغيره من الأسماء لكنهم لم يقدموا العروض ومتظر أنت ما رأيك بهذا الموضوع؟ بالنسبة لسؤالك الثاني دكتور أنا كمشجع للنادي العربي أكيد أطمح لفريقي الأفضل وأكيد أني أطمح أن الفريق ما يعيد الأخطاء اللي وقع فيها في الموسم الماضي ثنائية سيموديال وثنائية لا يمكن أن تقود خط دفاع النادي العربي ثنائية أظهرتها شاشة كبيرة وضعف دفاعي واضح ويجب عادة النظر في محترف تحت السين محمد تعبوني اللاعب اللي جاء للنادي العربي وأغلب المباريات كان على الدكة وكان يلعب دقاغ بسيطة العربي في أمس الحاجة للعب المحترف بحيث أن لاعب يستمر ولاعب يكون أساسي ويدخل في المنظومة بأسرع وقت لأن العربي من الأندية اللي ما عندها عمق كبير في التشكيلة عمق يغارن في الأندية المنافسة المنافسة في الدوري بالنسبة لخط الهجوم يعني أنا عندي كلام عندي وجهة ناظر بخصوص عمر السومة اللاعب اللي مسجل 17 هدف هذا الموسم في الدوري رابع حدافين الدوري لكن السومة ظهر في بعض المباريات بمستوى فني ضعيف جدا بسبب أسلوب اللعب يعني يجب على المدرب يونس علي أن يوظف عمر السومة أو أنه يعني يحسن من طريقة اللعب بحيث أنه تخدم عمر السومة اللاعب بوكس معروف هداف كبير يعني مميز بكرات الرأسية لكن جودة العرضيات في النادي العربي أسلوب اللعب وطريقة اللعب ما تناسب عمر السومة بحيث أنه تجي كرات عالية داخل منطقة الجزاء نعم نعم شكرا لك عزيزي بسعود نورتنا في خليج بنونون شوق بذن الله تعالى في حلقات قادمة في الدوري السعودي لهذا الأسبوع الأمور كانت مختلفة بين قطبي جدا على مستوى المواجهات لكن الأمور بالنسبة للمدربين كانت تقريبا شبه متشابه في جدا خسر فريق نادي الاتحاد أمام فريق نادي الاتفاق بخمسة أهداف مقابل لشيء نتيجة قاسية بالنسبة لفريق نادي الاتحاد صب من خلال الجمهور جام غضبة على اللاعبين وعلى الإدارة لكن بشكل أكبر كان على المدرب الأرجنتيني المونيغو غاياردو اللي طالبت الجماهير بإقالته لكن أظن بأن اللي راح يمنع إقالة غاياردو هو الشرط الجزائي الكبير جدا هذا أمر مشابه لما حدث حين طالب الجمهور السعودي بإقالة المدرب مانشيني من تدريب المنتخب السعودي لأيضنا أيضا شرط الجزائي من المدرب مانشيني أساسا مرتفع جدا وبالتالي ورغم ورود أخبار برغبة نادي إيسي ميلان إيطالي بالتعاقد مع المدرب الأرجنتيني لأن هذا الكلام حتى اللحظة ما أخذ حيزة تنفيذ وبالتالي غضب كبير في الجانب الاتحادي للأداء السيئ للفريق واللي ظهر أمام فريق المدرب الإنجليزي ستيفن جيرالد في جانب آخر نجح القطب الآخر فريق النادي الأهلي في تجاوز منافسة فريق نادي الشباب في الرياض بهدفين مقابل هدف واحد رغم تقدم الشباب بهدف لكن نجح كيسيا وفرمينو في قلب الطاولة نجح من خلال أهلي في تعزيز حظوظه في احتلال المركز الثالث وبالتالي الخروج ببطاقة دوري النخبة الأسيوي في ذات الإطار استمرت حالة الغضب أيضا من المدرب ماتيا سياسلة هناك جزء في الأهلي يطالب بإقالته أنه ليس رجل المرحلة وهناك جزء آخر يطالب بالاستقرار رغم الإشكال اللي حصل أيضا من خلاله مع اللاعب الجزائر رياض محرز لما أخرج رياض محرز من المباراة في تغيير أثناء المباراة وبالتالي ما زال الحديث في جانب الأهلي هل يكون المدرب ماتيا سياسلة رجل المرحلة أم من المرحلة لا تحتاج إلى ماتيا سياسلة من السعودية إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا من خليجي من ون ون لا تنسونا من لايك وشير وسبسكرايب والكومنتات نحتاج بالتأكيد إليها نشوفكم من الله تعالى في حلقات قادمة تقبلوا تحياتي إلى المتقل